استاذ ايمان عبدالسلام باختصار عادة من عاداتك تتمنى تتخلص منه وما هم تزبط معك شو هي يا ترى الاكل حكمة بتحبها بحياتك حكمة بحبها بحياتي كما تدين تدعم اخطر او اصعب صفة عندك عندي اخطر صفة ما عندي صفة خطرة يعني ما عنك لقيه منك ادي شايف حالك مزاجي بلد بتحب تسافر عليه كتير وليش يا ترى بلد دبي لانه يعني بالنسبة لي دبي هي العالم ببلد مزغر يعني انا بشوف كل العالم او اي شي حابب بشوفه بهاي البلد لمين اليوم ممكن اتقدم اعتذارك عبر كاميرا فوشيا بدون ما نذكر شو السبب حدا غلطان معه عندك شجاعة تقول له انا ااسف اقدم اعتذار اعتذاري لا حدا يعني بدي اذكر الاسم ضروري ضروري الاسم ما طلبت شو السبب يا فلاني انا باعتذر لا بدي الاسم لا ما رحقول له يا فلاني اول حرف من حرف اسمك لا ما رحول ضروري الاسم اداش اليوم مهم يكون عندك هاي الشجاعة حتى انتертв انت تعزار من الشخص أنا بحب الاعتذار وما عندي مشكلة بحسة قوة ما بحسة ضعف أبدا لأنه خلص أنت فهماني الشخص المقابي لك ومثل ما قالت لك أنا عن جد بحسة قوة ما بحسة ضعف مشهد قريب من قلبك وما بتنسى بحياتك مشهد قريب من قلبك وما بتنسى بحياتك مشهد قريب من قلبك ضبه الشناتي وقت بدي كسر العود هذا من أحلى المشاهد اللي أنا عن جد بس شوفه برجع هيك بحس أنه جعبالي يرجع صور بها داك المسلسلة من شو عنده فوبيا لأستاذ أيمن عندي فوبيا من الفقد فوبيا الفقد أيمن أجمل ذكرى بحياتك أجمل ذكرى بحياتي هي مرحلة المعهد العالي موقف صعب ما بتحب أنه يرجع يتكرر معك موقف صعب يعني كثير في موقف وفاة صديقتي أو بندفعتي هي سوزان سلمان بقزيفة هاوين فأنا هاي الزكرة كتير كانت أليمة بالنسبة لي أكيد الله يرحمه غلطة عمرك شو هي؟ أني ما نحفت حالي قبل العشرين ندمة؟ لأنه المدرش والحرق عندي هلا على البطيء هاو لو ما كنت مو الاستقلاب مدرش و الدكاترة التغذية دائما بالولي ما بعري فأس أنا بحس الحرق بس أنت أنت لعب النازي؟ والله بلعب كتير رياضة و بمشي كتير وكذا بس باكل وأنا أكلي سيء يعني أنا طبيعة الأكلات اللي باكلها أول شي باكل كتير لقامة صغيرة بس كل النهار بنشويل يعني هي هاد المصطلح اللي أنه أنا بنشويل وباكل كل الوقت يعني الأكل أكتر ولا الحلو أكتر؟ كل شي كل شي طيب أشاطي قطر يعني كل شي في هيك دسامة بحبه كل شي ناشيف أبدا ما بحبه لو ما كنت فينا شو ممكن كان يكون أيمن عبد السلام؟ أنت شو رأيك؟ والله ما بارح أنا والله ما نشايفتك غير فن ماشاء مبلا والله شخصية المحامي كتير رواء إن شاء الله هيك أكيد ما بنا يزعلوا منا كل المحامين أكيد أنا عم جسد جزء كتير قليل وصغير من المحامين يعني فما بدنا يصير هذا اللبس شكرا للمشاهدين أنا بدي أتشكرك لجيدكم أطشت عليك الأسئلة كأني ما؟ خلصت خلصت أنتي؟ أنا بدي بدي أتشكركم وقولي إن عاد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وعيد فطر سعيد لكل اللي عم بتابعونه وبالأخص لكل متابعين فوشيا وشكرا إليك للكاميرامان اللي مرافقنا وأهلا وسهلا فيكم نورة اللوكيشن أستاذ أيمن كل التوفيق لألك وشكرا كتير لواتك اليوم كلك زوء أهلا وسهلا فيك ترجمة نانسي قنقر أول شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأفضل